ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله فاجع مأساوية هزه هذه المدينة المغربية وقعت حادثة سير مروعة صباح اليوم الاثنين تسعة وعشرون يناير الحالي بالقرب من مدينة سيد علال بحراوي الكاموني اقليم الخميسات نتيجة استضام عنيف بين سيارة خفيفة وشاحن كبيرة رموك وافادت مصادر محلية بان هذه الحادثة تسببت في وفاة اربعة اشخاص كانوا على متن السيارة التي تم سحقها بفعل شدة الاستضام هذا وفور علم السلطات بالحادثة حضرت فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية والدرك الملكي الى موقع الحادثة حيث قاموا باتخاذ الاجراءات الضرورية وتم نقل الضحايا الى مستودع الاموات في المستشفى المحلي بمدينة تيفلت كما قامت المصالح الضركية بفتح تحقيق اول باشراف النيابة العامة المختصة لفحص ظروف ملبسات وقوع هذه الحادثة المفجعة